نحن لما بيجي نقول محمد الأجيال هي المتزامنة وراء بعض من جيل السبعينيات جيل التمنيات جيل التسعينات الجيل الحالي انت شاف ان وجهة نظرك طبعا انا مش اقول مثلا عشان احنا نختار جيل السبعينيات او جيل التمنيات الكلام ده كله انا بقول لك هي أجيال كلها متربطة سلسلة ماسكة بعض وكلها بتلعب في صالح اسم واحد او قلعة واحدة اللي هو النادي انت شاف الكرة كانت حلوة بمعنى الكلمة انا في انا يجيل من الأجيال يعني في انا شاف ان الجيل بتاعنا كان من الأجيال الكويسة جدا لان كان بيضم لعيبة جامدة جدا في كل اندية مصر وكانت اي مباراة كانت بين الأهلي وبين اي فرقة في مصر كانت تبقى مباراة قوية جدا الناس بتستمتع الجيل بتاع ابو تريكة بركاته ابو تريكة برضو نعم عمل تاريخ كبير لنادي عمل تاريخ كبير جدا وعمل بطولات كبيرة في المرتبة الثالثة الجيل الموجود حاليا الحالي لكن كان فيه جيل كده بين أبو تريكا وبين الجيل الحالي دوت لهو كان يعني كان فيها علاء عبد الصادق وحسام البدري متحة رمضان لا متحة رمضان كان معانا متحة رمضان لكن الجيل اللي بعديهم بقى الجيل دوت يعني كان فيه لعبة كويسة جدا فيه في الجيل دولة لكن أغلبه مش كويسة مم